يسعى فريق الفيصل لحسم لقب درع المئوية عندما يواجه الأهل في مباراة تقام الليلة لحساب الجولة التاسعة من البطولة المزيد في هذا التقرير تتجه أنظار جماهير الفيصل الليلة نحو استاد الأمير محمد في الزرقاء والذي يشهد مواجهة الأزرق مع الأهل بطموحات حسم لقب النسخة الاستثنائية من درع الاتحاد والتي شهدت مستويات رائعة للفيصل الذي لم يهدر أي نقطة خلال المواجهات الثمانية الأولى كتيبة المدرب الوطني جمال أبو عابد تسعى لتحقيق فوز جديد وإنهاء المنافسة إذ يفصل الفيصل عن الوحدات الوصيف سبعة نقاط مع طبق ثلاث مباريات لكل منهما مما يعني أن نقاط الانتصار كافية للفيصل لرفع الدرع للمرة الثانية على التوالي ويمتلك الفيصل العديد من الأوراق الحاسمة في مقدمتهم اللاعب يوسف أبو جلبوش صيصة وأمين الشنينة وخالد زكريا إلا أن الأوراق المقابلة في الأهل قادرة على تقديم مباراة مميزة رغم غياب اللاعب خالد الدردور ويعد الفيصل أقوى فرق البطولة حتى الآن إذ يمتلك سلسلة انتصارات في ثمانية مباريات كما لديه الهجوم الأقوى بثمانية عشر هدفة والدفاع الأضعف إذ لم تهتز شباكه إلا في مناسبتين وهو الأمر الذي يقربه من حصم اللقب للمرة التاسعة في تاريخه كشف رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدي إتمام مجلس الإدارة التعاقدة مع حارس المرمى عبدالله الفاخوري لتمثيل الفريق لموسم واحد كما أكد الحوامدي في حديث لرؤية تعاقد الوحدات مع اللاعبين أحمد سمير وأنس العوضات وصالح راتب وبهاء فيصل وخالد عصان بالإضافة للمحترف السوري خالد كردغلي ومحترفين من إفريقيا ويطمع الوحدات لاستعادة لقب الدور الغائب عن خزائن النادي منذ موسمين والتأهل إلى دور أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي زار نجم كرة القدم الفرنسي رفاييل فاران لاعب نادي منشستر يونيتد الإنجليزي أمس مدينة البترة الأثرية وتأتي زيارة فاران إلى العاصمة عمان والمدينة الوردية بهدف تعزيز القطاع السياحي والمساهمة في الترويج لمدينة البترة كموقع سياحي واستثماري وتقديم صورة إيجابية عن المناطق السياحية وجعلها محط أنظار العالم وزيادة عدد السياح القادمين إلى الأردن أتيت لأتعرف على فريق شركة إنغوت لأستمر في معرفة المزيد عن التداول ولم يكن هناك مكان أفضل من البترة لأفعل ذلك بالنسبة لي زيارة البترة تجربة مميزة جدا وسعدت بتواجدي هنا في هذه المدينة الجميلة أفتتح لعب المنتخب الوطني لألعاب القوى مصعب المومني أولى الميداليات الأردنية في دورة الألعاب العربية في الجزائر وحقق المومني الميدالية البرونزية في مسابقة رمي القلة وذلك مع انطلاق منافسات ألعاب القوى على الاستاذ الرئيس في المركب الأولمبي في مدينة وهران بدورها تأهلت اللاعب علي بوشناق لنهاء مسابقة 400 متر جري بعد أن حلت في المركز الرابع خلال التصفيات يواصل المنتخب الوطني للملاكمة تدريباته تحت قيادة المدير الفني الكوبي سكوت استعدادا لانطلاق مشاركته في دورة الألعاب العربية ويفتتح منتخب الملاكمة مشواره في الدورة في السابع من الشهر الحالي ويعول عليه كثيرا للتتويج بالميداليات علما أنه ثاني أكثر المنتخبات تحقيقا للميداليات الملونة في تاريخ المشاركات الأردنية في الدورات الرياضية العربية كشفت رابطة الدور الإسباني لكرة القدم عن موعد انطلاق الجولة الأولى من الموسم الجديد وسينطلق الدور في الحادي عشر من الشهر المقبل عندما يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي أتتك بلباو في ملعب سانما ميس بينما يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه أمام ختافي على ملعب ألفونسو بيريز فاز الإسباني كارلوس الكراز على الفرنسي جارامي شاردي في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة ويمبلدن للتنس وتأهل الكراز إلى الدور الثاني من البطولة عقب تفوقه على شاردي بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-06-2-7-5 حيث استارقت المواجهة أكثر من ساعة وخمسين دقيقة وبعد المباراة أعلن الفرنسي جرامي شاردي اعتزاله رياضة التنس إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك لنا شكرا سميحة